السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله النهاردة هناخد الكسور ما دول يا شباب حد موجود معنا يقول الصوت والصورة تمام ولا مش تمام عليكم السلام يا مؤمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب ان شاء الله النهاردة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا انس النهاردة ان شاء الله يا شباب هناخد الكسور هناخد الكسور وقبل ما ناخد الكسور لازم ناخد نعرف يعني ايه كسر يعني ايه كسر الكسر حاجة غير صحيحة يعني انا عندي عصاية كسرتها فبقت كتل اول صحيحة مسك نفسها بقت مكسورة دلوقتي عندي رغيف ايش تمام اه كان صحيح قطعته تمام نصين فانا عملته كسر عندي خليل فيك ده اه ده 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 مكان الصيف بقى كنسان طيبين عشان كده انا هتطر اشتغل في رمضان فرمضان طبعا محتاج ان انا محتاج مكان يكون كويس مكيفة دخلت جوبة بقى عشان الايه عشان الصيف لاني عندي اكثر من كرس لازم اكملهم في الصيف طبعا والصيام والدنيا فربنا يجعلها نقلة جديدة ويفتع عينا في المكان ده طيب عندي بتساية مثلا بتسا كاملة دي اسمها بتسا كاملة اتعطي منها خدتي منها جزء بقى تكسر كسر يعني حاجة مش صحيحة تمام يعني ده اسمه ايه ده اسمه واحد صحيح ده اسمه واحد صحيح يعني صحيح مش مكسور مش مكسور يعني مش مكسور يعني هو صحيح طيب انا مش عارف الكتاب في ايه اه اول بقى نشرح الاول كسور زي زي ربنا يكلامك يا دكتور دي كده يا شباب اسمها ايه اسمها نص او نصف عايز اكتعرف حاجة الاول كتاب مش جاب عنها اي حاجة دي اسمها بسط ودي اسمها مقام تاني اللي فوق اسمه بسط واللي تحت اسمه مقام بسط ومقام دايما في الكسر البسط بيبقى قلم المقام دايما في الكسر البسط بيبقى قلم المقام ليه يقلم المقام علشان لو انا قلت بس هل تمانية على اتنين هيكون فيها الاربعة تمام اتنين على اتنين فيها الواحد فمش هيبقى كسر هيبقى عادة صحيح فالكسور دايما وحضرك بخير مقامة مقام ده اسمه كسر تمام بقرأ ازاي بقرأ اسمه نصف ده اسمه واحد صحيح وده اسمه نصف او بالعمية نص تمام طيب ده اسمه ايه ده اسمه ثلث ده اسمه ثلث او تلت كمام ثلث او تلت طيب ده اسمه ايه اسمه ربع اسمه ربع تاني وده اسمه ايه خمس واحد على خمسة خمس وده اسمه ايه وده اسمه ايه سبع وده اسمه ايه تمن وده اسمه ايه تسة وده اسمه ايه عشر تمام? نصف او واحد على اتنين تلت او واحد على تلاتة ربع او واحد على اربع خمس يعني او واحد من خمسة صدس او واحد على ستة سبع او واحد على سبعة او واحد على تمانية تسع او واحد على تسعة عشر او واحد على عشرة. خد بلك بقى الكسر كل ما يكبر عندي كل ما قيمته تقل. الكسر كل ما يكبر عندي كل ما قيمته تقل. يعني ايه قيمته تقل? يعني انت هنا شايف كم? شايف هنا نص اتنين يعني. اكيد هتقول ان العشر ده اكبر من ايه? اكبر من النص? لا طبعا. الكسر كل ما المقام بتاعه يكبر كل ما قيمته تقلق. الكلام ده مش موجود في الكتاب. الكلام ده مش موجود في الكتاب. تمام? ده مدخل للدرس. تاني. ده اسمه واحد صحيح. وده اسمه نصف. واللي فوق اسمه بسط. واللي تحت اسمه مقام. خد بالك لازم تعرف يعني ايه بسط? ويعني مقام. عشان اقول لك البسط في البسط. المقام في المقام. اختصر البسط مع المقام. لما المقامات تتساوي لما البسط تتساوي. بقى انت عارف يعني ايه بسط ويعني مقام. مهم جدا عندي ان اللي فوق اسمه بسط واللي تحت اسمه مقام. ثلث ربع خمس سدس سبع ثم تس عشر. طب ليه يا مستر العشر دي اصغر من النص اقول لك ليه يا مستر. تمام? عشر يعني الواحد ده الواحد ده متقسم على عشر افراد. تمام? يعني انا عندي بتسايا بتزايا عايز اقسمها على عشر عشر افراد. لو انا عندي بتزايا عايز اقسمها على عشر افراد. نصيب الفرد الفرد هنا حيبقى اكبر ولما قسم البتزايا دي على اتنين. على اتنين كل واحد ااخد نص طبعا. عرفت ليه بقى? الكسر الكبير ده اقل من ده عشان هنا الواحد يعني حاجة واحدة بتزايا. رغيف عيش اه حت اه اه صانية بسبوسة صانية كناف عشر رمضان صانية اطايف. تمام? ده ايه? الحاجة دي هيتقسم على عشرة. احنا نقعدين عشرة على الصفرة. لما انا اقسم اه 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 البسبوسة عليهم كلهم. اكيد كل واحد هاخد حتة صغيرة حتة صغيرة. طيب لو انا جبت صانية البسبوسة ديت وقسمتها على اتنين بس. لا طبعا. ده ده هياخده النص لوحده وده هياخده النص لوحده. يبقى انت عرفت يعني ايه? عشر ويعني نص يبقى الكسر كل ما يكبر كل ما قيمته تقل بيبقى اصغر. تمام? عشان هي العشر اصغر من من? من نص وده هناخده بعدين ان شاء الله. بس انا لازم ابدأ الدرس بالايه? بالتعريف ده. يعني ايه كسر? يعني جزء. يعني انا عندي بتزايا هي? ممكن اقسمها نصين. يبقى ده نص وده نص. ممكن اقسمها اربع اربع ربع 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 وعندي بتزايا هي? ممكن اقسمها تلتة. يعني ده وده وده على تلاتة. ممكن اقسمها على اربعة. ممكن اقسمها على خمسة. ممكن اقسمها على ستة. ممكن اقسمها على سبعة وهكذا. تمام? ده يعني كسر. تعال شوفي الكتاب بيقول ايه? ارسل من تغسل مشكلة للجزاة متساوية. تمام. ده الكسر هو عاد الاجزاء المتساوية من الكل. اهو اجزاء متساوية ده بساو ده بساو ده من الكل اللي هي البتزاية. طيب القسر هو جزء من الكل متساوي تلت وتلت وتلت متساويين من الاصل الايه? الكل. ده بالنسبة للكسور الايه? الجزء الاول. تمام? ده كمان هجقديم. المنهجج جديد? تمام? جايب لك ايه بقى? جايب لك واحد صحيح بعدين انصاف اللي هي نص. بس هنعمل ايه? هنمشي وراهم ونقول انصاف. وخلاص. يعني ده عليها نص لا هو لك انصاف. تمام? دي ثلث. لا هو لك اثلاث. فامشي وراه. دي اسمها ربع? لا اسمها ارباع. ها? اخماس. اسباع. اثمان. اتساع. اعشار. تمام? يعني. عشان يقول لك ده ما انها الجديد ميغير الاسم. يعني ده احنا طول عمرنا عارفين اسمه نص او نصف. لا. اسمه وانصاف. ده اسمه ثلث او تلت. لا اسمه اثلاث. ما علينا. خلينا ماشيين وراه. تمام? اختر جابة صحيح كممسال. ده كله سهل. تمام? هتختار. ندخل على درس التاني. الكسر كجزء من المجموعة. من الوحدة. الكسر ده الدرس الاول خدناه. اللي هو درس ركم واحد وسبعين. ده ما دخل الدرس. وشرحناه. تمام? هنا الدرس تنين وسبعين ودرس وسبعين. الكسر كجزء من الايه? من المجموعة. الكسر كجزء من المجموعة. وركزوا معايا. ركزوا معايا. يا شباب. بصوا كده. الواحد الصحيح. فيه نصين. الواحد الصحيح فيه تلت اتلات. اكتب كلام ده كويس جدا. الواحد الصحيح فيه اربع ارباع. الواحد الصحيح فيه خمس اخماس. تلاتة اربعة خمسة. الواحد الصحيح فيه ستة اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. الواحد الصحيح يساوي سبع اسباع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. الواحد الصحيح في تمن اتمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. الواحد الصحيح فيه تسع اتساع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة الواحد الصحيح في عشر اعشار اكتبها فين دي بقى الواحد الصحيح في عشر اعشار تمام? ادي عشر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ركز معي ولازم تحفظ ده الواحد في نصين الواحد في تلات اتلات الواحد الصحيح في اربع ارباع الواحد الصحيح في خمس اخماس الواحد الصحيح في ست اسداس الواحد الصحيح في سبع اسباع الواحد الصحيح في تمن اتمام الواحد الصحيح في تسع اتساع الواحد الصحيح يساوي عشر اعشار تم انت عايز اقولي يا مستر عايز اقولك ان الواحد اكبر من اي كسر موجود الواحد الصحيح اكبر من اي كسر موجود فين? لما يكون البسط اكبر المقام. عشان لو المقام البسط قال المقام. لو البسط اكبر من المقام اربعة على اتنين فى الاتنين هيبقى اكبر من واحد. لأ. الكسور دي كلها الواحد الصحيح اكبر منها. طب ازاي يا مستر فهمنا كده ازاي الواحد? الواحد يساوي آآ نصين? هقول لك يا مستر. لما نيجي نجمع ان شاء الله هناخدها للحصة الجاية. لما نيجي نجمع الكسور باختار واحد من المقام واحد اهو واحد زاد واحد يساوي اتنين. اتنين على اتنين فيها الكام فيها الواحد. يبقى فعلا بيساوي واحد. لما يجي اجمع ها? واحد اتنين تلاتة بياخد منهم واحدة. واجمع واحد زاد واحد زاد واحد يساوي تلاتة. تلاتة على تلاتة فيها الكام? الواحد. اي رقم على نفسه فيها الايه? الواحد. ها? ها? هجمع. لما يجي اجمع الرقم ده? واحد اتنين تلاتة اربعة بياخد منها واحدة. هناخد ان شاء الحصة الجاية. لما اجي اجمع الكسور والمقامات متساوية بياخد منهم مقام واحد. ما اقولش اربعة زائد اربعة زائد لا. بياخد منهم واحد بس. واجمع البسط. واحد واحد اتنين تلاتة اربعة 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 الاربعة فيها الواحد. ها? هناخد من المقام واحد. واجمع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة على الخمسة فيها الواحد. ها? هاخد من المقام واحد ستة واجمع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى ستة على الستة فيها الواحد هاخد من مقام واحد سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة على السبعة فيها الواحد هاخد من المقام واحد تمانية واجمع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هيكون ايه? هيكون تمانية على التمانية فيها الواحد. الاتساع هياخد من مقام واحد تسعة واجمع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 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 في الواحد العشار كلها هياخد منها عشرة ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى عشرة على العشرة في الواحد يبقى انا كده اسبتتلك ان الواحد فعلا في نصين متسويين والواحد في تلات اتلات والواحد في اربع ارباع والواحد في خمس اخماس والواحد في ست اسداس والواحد في سبع اسباع والواحد في تمن اتمام والواحد في تسع اتساع في تسع اتساع تمام طيب صار معها قطعة واحدة من الشوكولاتة وتريد تقسيمها بالتساوي على احمد وخالد فكم عقد الاجزاء التي ستقسم اليها الشوكولاتة خد بالك بقول لي صار معها ايه معها قطعة شوكولاتة يعني قطعة واحدة عايز تقسمها احنا خدنا قبل كده التقسيم يعني على وكلمة على ممكن نكتبها كده يا شباب. ممكن نكتبها كده او كده شرطة كده واحد على اتنين او واحد على اتنين. لكن احنا بنفضل الكسور نكتبها كده. قد بكشل مسلا بقول مستر بقول على او تقسيم بتقسم يعني قسمة. فين القسمة هنا? هي القسمة هي مستر. واحد على اتنين هي هي واحد على اتنين. ايه دي تقسيمة هي. دي كده تقسيم واحد على اتنين. معها قطعة واحدة. عايز تقسمها على اتنين. يبقى كل واحد ياخد كم? كل واحد هياخد نص. الاول هياخد ايه? نص. طيب طيب عندي واحد عند معها كطعة شوكولاتة. عايز تقسمها على تلاتة. يبقى واحد على تلاتة. كل واحد ياخد كم? تلاتة. تمام? معها كطعة من الشوكولاتة. عايز تقسمها على اربعة. يبقى واحد على اربعة. كل واحد هياخد ربع. ها? معها كطعة من الشوكولاتة. عايز تقسمها على خمسة. يبقى كل واحد ياخد خمس. معها قطعة مش شكولاتة? عايزت وزحها على ستة? يبقى كل عرفت يعني ايه? قطعة وزحها يعني واحد بقسمه على الستة. القطعة على الشيكولاتة هقسمها على التلاتة. البتزاية هقسمها على تلاتة. البتزاية هقسمها على اربعة. البتزاية هقسمها على تنين. البتزاية هاكلها لوحدي. البتزاية هاكلها لوحدي. يبقى الواحد الصحيح في نصين. في تلاتة اتلات. اربع حديث متحفظ. في اربع ارباع. في خمس اخماس. ست اسدس. سبع اسباع. تمن اثمان. تسعة تسعة وعشر اعشار. عشر اعشار. تمام? طيب هو جايب لي هنا بتقسم على اتنين وهنا بتقسم على ايه? على تلاتة. تمام? زي ما انا قلنا هو الواحد الصحيح. زي ما هو كاتب هنا هو. الواحد الصحيح بيساوي نصين. بيساوي تلاتة اتلاتة. اربع اربع. الخمسة اجزاء متساوي تعبر عن خمس اه خمس اخماس. تمام? ده كل قلناه. تمام? في على الصبورة. طبعا تدريبات سهلة جدا جدا. انا عادة بس اسأل حاجة محدش الحصة الفات بعت واجب الرياضة ليه? ايه السبب? او حد سألني? يعني الدرجات دي. الاسئلة كلها سهلة? واجب الرياضة محدش بعتلي ولا حد سألني ولا حتى حتى بعد الواجب. حد بعت حد بعت الواجب. لا مريم ولا مؤمن ولا ولا انس ولا ولا محمد ولا حد بعت الواجب. الحصة الجديدة ان شاء الله هناخد كراءة الكسور والمقارنة بينها. ازاي نقول كسر ده اكبر? ولا الكسر ده اكبر? احنا هرده خدنا درسين. الدرس الاول ازاي اعرف افرق بالكسر? يعني ايه كسر? ويعني ايه واحد صحيح? ويعني ايه بسط? ويعني ايه مقام? وبعد كده جايبلي عرفنا ان الكسر كجزء من الايه? من الكل او كجزء من المجموعة. نحلي مسألتين مع بعض. الدرس التالت بقى ازاي هنقرأ الكسر? وازاي هنقدر نقارن بين الكسرين? اقول الكسر ده اكبر والكسر ده اكبر. فانت لازم تكون عارف يعني ايه بسط ويعني ايه مقام. عشان انا قلت لك ايه? الحصة جاية لما اقول لك الكسران. اذا تساوى البسطان فالكسر صاحب المقام الاكبر هو الكسر الاصغر. واذا تساوى المقامان فالكسر صاحب البسط الاكبر هو الكسر الاكبر. انت مش عارف يعني ايه بسط ويعني ايه مقام? ده يا مصر بيحله بس لسه ما خلصوش لانه بيحلت ريبات على الفصل كله. تمام. آآ فانت لازم تعرف النهاردة يعني ايه بسط ويعني ايه مقام? بسط يعني اللي فوق. ومقام يعني تحت الحصة جاية ان شاء الله. لما اجا قارنك بين الكسر يعني احنا عارفين المية اكبر ولا المتين. الخمسة اكبر ولا التسعة. لان ده عادة صحيح. طب الحصة جاية بقى هيكون في كسر. التلت اكبر ولا الربع? الخمسة اكبر ولا السدس? انا هقول لك قاعدة تمشي عليها بس لازم تكون يعارف يعني ايه بسط وتكون يعارف يعني ايه مقام. طيب. بقول لي سعيد يعمل في ورشة نجارة ولديه كطعة من الخشب يريد تقطيعها الى تمن اجزاء. هو جايب لك هنا صندوق او جايب لك حاجة هتمسك مصطرتك وهتقسمها لتمن اجزاء. ركز معي بس عشان تدريبات سهلة جدا جدا جدا. سعيد يعمل في ورشة نجارة ولديه كطعة من الخشب. ايه دي سعيد? عنده كطعة من الخشب. تمام. ويريد تقطيعها الى تمن اجزاء متساوية. يبهي قطعها يبهي قسم دي على التمانية. هو جايب لي جايب لي كده بيقول لي دي بيقول لي الوحدة الواحدة دي كلها كده الوحدة الواحدة يعني دي واحد صحيح. احنا هنقسم الواحد ده على تمانية. يبقى هعمل هنا تمن اجزاء يكون متساوية. خد بقىك وانت بتسطر لازم تكون متساوية. مو انت عبان الله يا مستر هما خلصناش الواجب كله. سلام عليك يا مؤمن. هنقسم تمانية يا مستر ها? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لأ هنصغر شوية. عايز تمن اجزاء ركز معي. سعيد مع كترة الخشب. ايه دي كترة الخشب هي? عايز يقسمها على تمانية. هقول له ادي واحد. ادي جزء اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ادي جزء اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى احنا كده ايه? السمت الواحد على ايه? التمانية. ادي الواحد فوق اهو. الحيطة دي كلها قطعة واحدة والتمانية تمن اجزاء متساوية. تمام? اسئلة سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة. لدى فاتن شريط لف الهدايا. وتريد تقطيعه الى ست قطع متساوية. فاتن عندها شريط اهو. شريط كامل. عايز اعمل ايه? وتريد تقطيعه الى ست ايه? اجزاء متساوية. ست اجزاء اهي. تمام? بقول لي خلها. طيب. خد بالك ادي. دي الواحدة الواحدة الواحدة. الواحدة. يعني الواحدة الواحدة? يعني الواحد ده. الواحدة الصحية. هقسمها على ايه? على ستة اجزاء. هقول له دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة ستة. دي واحد. اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة. طيب. بقول لي الواحدة الواحدة. هقول له الواحدة. تساوي ستس. كل قطعة هتكون ستس من ايه? من الواحد الصحيح الاساسي ده. هي معها ايه? معها قطعة. عايز تقسمها على ستة. يعني شريط بتلف بيه هدايا. عايز جيب مقص وتقطعي. ستة حتات عشان تعمل ستة هدايا. فبيقول لي هتقسمها ازاي? فانا بقول له الواحدة والله هي قسمها ستة اجزاء متسوية. يعني الواحدة كام? كل قطعة هتكون ستس من الحتة اللي هي عملتها. يعني هي قطعتها الى ستة اجزاء. يعني قدل شريطة اللي عايز تقطعوه. هتقطع منه ستة حتة. اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة. الحتة دي هتكون ستس من الواحد ده. هتكون جزء من من الكل. الحتة اللي هتقطعها هتكون جزء من الكل. هتكون ستسل ايه? ستسل كل. تمام? طيب. تقسيم الوحدة الواحدة الى اجزاء متساوية على خطوتين. تمام. دي بقى فيها صعوبة شوية. ايه هي الصعوبة? بقول لي مع خالد فطيرة من البيت سام. بقول لي خالد معها فطيرة من البيت سام. تمام? ادي الفطيرة هي. يعني هي واحد صحيح. تمام. ويريد توزيعها على مجموعة من اصدقائي بالتساوي. مش عارفين كان. فاذا قسمها الى ثلاث كطع متساوية. هيقسمها الى ثلاث كطع متساوية. نقسمها ازاي متساوية ازاي? واحد اتنين تلت. تمام. يعني معنى كده دي كلها كده هتتقسم على كام? على تلاتة. هو يقسمها على كام? تلاتة. يبقى واحد هياخد تلت. واحد هياخد تلت. واحد هياخد تلت. طب انا ايه اللي عرفني يا مستر مش نقولنا الواحد دي في تلتة اتلات هو عايز اقسم الواحد الصحيح ده. البتزاية على مين? على تلاتة. طب انا مش متأكد من حل. تعال كده واحد اتنين تلاتة خد منهم واحدة. والدول تلاتة. تلاتة على تلاتة في هالكام الواحد البتزا الاسي. تمام? بعدين? فاذا قسمها الى ثلاث كطع متساوية. ثم قسم كل قطعة الى نصفين. الحتة اللي هو هيبقى تلت دي. لسه هيقطعها تاني. هيقطعها تاني. ركز معايا. التلتي ده بقى في كام? دي الصعوبة شوية بقى. التلتي فيه سدس. وسدس. ركز معايا. ركز معايا. ركز معايا. احنا قلنا الواحد الصحيح في كام? في تلاتة اتلات. في تلتة 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 تلت. طيب الواحد الصحيح في كام سدس? ستة اس دس. يبقى بص قده معايا. ركز معايا كده. الواحد الصحيح في كام يا مصر? في تلتة اتلات. تلت وتلت وتلت. طيب الواحد الصحيح في كام في ستة اس دس. قدي سدس زائد سدس زائد سدس. اربعة خمسة ست. معنا كده ايه? التلت هيساوي مين? هيساوي ايه? سدسين. والتلت هيساوي ايه? ستسين. والتلت هيساوي ايه? ستسين. هي بتيجي كده. تمام? هي بتيجي كده. طيب بعدين بقى بيقول لي فاذا قسمها الى ثلاث قطعة مصاوية ثم بقسم كل قطعة الى نصفين. بالتساوي. فارسم الاجزاء المتساوية من الوحدة الواحدة التي تمثل عاد الاصدقاء. هو عمل ايه? الاول كان عنده بتزال لشوكولاتة بتزا. اهي ادي قزعة بتزا هي شباب. دي الوحدة الواحضة الواحدة. الواحدة. وبعدين قسم الوحدة الواحدة ديت على ثلاثة. يبقى تلت. وتلت وتلت. ده هياخد تلت. وده هياخد تلت. وده هياخد وتلت. ورجع قسم التلت على اتنين. تمام? يعني ده في ايه? يقسم نصين اهو. سودس وسودس والتلتي ده افهم بس المسألة عدة ازاي? لو رجعت اصلا الاول هتلاقي ان الواحد الصحيح في تلاتاتات والواحد الصحيح في ست اسداس. اللي انا قلت لك احفظها اول حصة. اللي اقولت لك في اول درس وقلت لك احفظها كويس جدا جدا. تمام? سهلة جدا اه? ها? سهلا ومسهلا. سهلا ومسهلا. سهلا ومسهلا. تعالي اخذ اللي بعدها اللي مابهاش حل. عشان اسيبكم بقى ان شاء الله تحلوا باقي فين? في البيت. طيب. بقول لي في عيد ميلاد نوها قامت والدتها بتقطيع كالب قالب الشوكولاتة. ادي قلب الشوكولاتة هوا. يعني واحد صحيح. اطعتها الايه? الى اربع قطعة متساوية. يعني هتقسموا الى اربع قطعة متساوية الى اربع اربع. تمام? وبعدين? ثم قطعت كل قطعة ايه نصفين. هترجع تقطع دين وصين. تمام? وبعدين ارسم الاجزاء المتساوية. تمام? انا عايز حد منكم يقول لي الحل. مم? بنيا على الايه? على المسألة الفائتة. دي واحدة ايهنا. دي الوحدة الوحدة. وبعدين? هارجع اقسم الوحدة الى اربع ايه? اربع. هتقسم هيئات ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. ربع وربع وربع وربع. انا هقسمها ازاي بقى? انا هناك عرفت ان ان ايه? هم? عرفت? ان التلت في ستسين. طب الربع في كم يا مستر? الربع في كم? كم يا انا? نصين? يعني الربع في نصين? يعني لو قلت ربعة. انا عندي هوة بتزاية. الربع ده يساوي نص نصين? نعم. يعني دي ودي كمان? مين هيقول? اهو. انا هقول لك حاجة كويس. اتعرفها ازاي? بصوا كده. قدل بتزاية وقسمتها هي? قسمت ربع وربع وربع وربع. طب انا يا مستر هعرف الربع في كم ازاي? برافو عليك. في كم? طب انا هعرف ازاي? هي بتقول لي قسمت الربع الاتنين. خلاص لك من الحساب. هتقسم الربع الاتنين هوا. هتقسم دي اتنين. ودي اتنين. ودي اتنين. ودي اتنين. وارجع عدي بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اه. يبقى الربع في كم في تمنين. هقسم دي لتم وتم. وهقسم دي لتم زاء التم. وهقسم دي لتم زاء التم. وهقسم دي لتم زاء التم. طب انا عايز اكد من الحال صح واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فعلا احنا نذكرين من اول حصة ان التم ان الواحد الصحيح في تمن اجزاء. تمام? سهل يا جماعة او مش سهلة? سهلة او مش سهلة? انا اعرف اقسم ازاي? ها? تعال اقول لك حاجة. نرسم الربع الاول لوحده قدل بتزاي قسمتها لاربع اجزاء. ربع 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 ربع. رجع قالت لي هو نهى بعد كده قسمت الربع لاتنين قدل ربع اهو. بقسموا اتنين. بقسموا اتنين. بقسموا اتنين. خلاص اعدي لاجزاء واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى الربع في كم جزء في كم تمن? في في تمنين. الربع في تمنين. الربع سهلة. تمام? الربع في تمنين. الكسور مهمة جدا 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 ومكملة معانا العمر كله. السنة ممكن تاخد جامع الكسور وطرح الكسور. السنة الجاية ممكن تاخد ضرب الكسور. قسمة الكسور. مكملة معانا. عشان ترتاح بعد كده لازم تدرسها السنة دي باحترافية. تعرف يعني ايه بسط? يعني ايه مقام? تجمع الكسور ازاي? تقارن بينها ازاي? الكستر ده اكبر والكستر ده اكبر ده هناخد حسجيه ان شاء الله. حسجيه هناخد جمع وطرح الايه? الكسور والمقارنة بين الكسور. لو الواجهب بيترع عليكم. يعني خدوا من كل مثال جزئين وخلاص. يعني ايه? مت يعني ما تطولوش على نفسكو يعني. تمام? حسجيه ان شاء الله هناخد قراءة الكسور والمقارنة بينها بازن الله. اي حد يقف معايا حاجة في المسائل يقول يا مستر المسألة ركم كزا نحلها ازاي? طبعا الطفل مش هستوعب لوحده. لازم اساعده. هنا بتجيلي تقول يا مبابا اهو عازمين هنا فانا ساعده. فلو حضرتك مش عارفة وده مش عارفة طبعا يا مستر هو هنا مطلوب منه ايه? وانا ان شاء الله هقول لكم يعني على الطريقة نحل بيها. الحسجيه ان شاء الله احنا نهاردة خدنا درسين في الرياضة. لان الكسور المدخل والكسور نفسها ما فيش ده اللي هاخدها كل واحدة حصة. عشان اه عشان ننجز بس شوية في الرياضة. تمام الحسجيه هناخد قراءة الكسور. ازاي اقرأ الكسور? وازاي اه اقارن بين الكسور? او الكسر ده اكبر ولا الكسر ده ايه? اكبر ان شاء الله مقارنة الكسور. وبعد كده الكسر كجزء من المجموعة. هو الكسر كجزء كجزء من المجموعة تقريبا تسعين في المية منه شو احنا النهاردة. فان شاء الله حسجيه برضو هناخد برضو درسين مع بعض. ممكن تلاتة كمان. ممكن تلاتة عشان نقرأة الكسور. تعبير عن الواحد الصحيح ككسر. هو اللي احنا قلنا نهاردة. يعني احنا نهاردة تقريبا قلنا كل الدروس. هناخد بقى بالتفصيل بعد كده. العلاقة بين الكسر والكسور. انا نحور كل الكلام على الكسور. تمام. داخل دير درس فيه. بعد كده هناخد دخل على نجوم الكسور. ايه ده? ناخد تمثيل الكسور الوحدة على خط الاعباد. بازن الله تعالى. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله على خير. بازن الله. وانا هافصل عشان اشتغل العربي بقبل الله. برد صندوق الذكريات. صندوق الذكريات. سبصلي انه هنا.